اشتركوا في القناة في ليلة كروية سوف تكون نارية بامتياز اذا مقابلة نقدر نقوله مقابلة ممتازة للشيخ رياض مهرز مثل ما وصفه المعلق التونسي المعروف عصام شوين اذا مقابلة تكتيكية بامتياز خاصة في بداية الشرط الاول غلب عليها التموقع الممتاز بالنسبة للاعبين دورتموند ايضا بعض الاخطاء ونوعا ما انعزال محرز في الجهة اليمنى لدفاع دورتموند وبعض من الانانية نوعا ما من لاعبين ما سيتي خاصة لما نرى دائما منه محرز يحاول انه يدخل ويقوم بمهارات فردية يعني وعمل فردي فقط وغياب اللاعب الجماعي وتمرير الكرة لرياض محرز اللي كان دائما خارج منطقة العمليات لنادي دورتموند ودائما في الجهة اليمنى الهدف اللي جاء منه هدف نادي دورتموند اللي جاء بعد كرة طويلة في ظهر مدافعي من سيتي وهذه الطريقة اللي قدروا يكسروا بها الدفاع من سيتي خاصة انه نوعا ما الثقل ستونز ستونز المدافع الانجليزي نوعا ما لثقيل نوعا ما وايضا روبان دياز ايضا المدافع البرتغالي اللي نوعا ما يتميزه بالثقل وهذا الامر اللي خدم نادي بوروسيا دورتموند خاصة في كرة طويلة في ظهر المدافعين وسوء التغطية للمهاجم الانجليزي اللي صاحب السبعة عشر سنة مهاجم نادي دورتموند اللي سجل هدف رائع وايضا غياب الضغط على اللاعب ادى الى هدف هدف السبق لنادي بوروسيا دورتموند من بعدها بعض التمركز كما اقول التمركز الممتاز بعض اللاعب العشوائي لنادي مانشستر سيتي وقلت التركيز من بعض لاعبي مانشستر سيتي واجهه التمركز الممتاز والضغط بخماسي نادي دورتموند بخمسة الى ست لاعبين يضغطوا على المنافس في منطقة العشرين متر او خمسة عشرين متر في منطقة دفاع مانشستر سيتي ايضا خروج الكرة لنادي دورتموند كان خروج بطريقة سلسة وبدون اخطاء ولم يؤثر لهم يعني اثر عليهم ولم يؤثر عليهم الضغط نادي مانشستر سيتي في عشرين او خمسة عشرين متر في منطقة الدفاع نادي بوروسيا دورتموند الشرط الثاني نوع عرف نوعا ما بعض التحرك والتحرر من بعض اللاعبين مانشستر سيتي خاصة رياض محرز وبرناردو سيلفا وايضا فودان اللي اقلقوا نوعا ما الدفاع اقلقوا الدفاع بوروسيا دورتموند وتحصل نادي مانشستر سيتي على ضربة جساء اللي بفضلها سجل رياض محرز هدف التعادل وبعدها تحرر اكثر فاكثر فاكثر مانشستر سيتي واصبح يضغط ويسيطر سيطرة كاملة على نادي بوروسيا دورتموند الى غاية انه جاء الهدف الثاني للاعب فودان بتزديدها رائعة قلت النتيجة تتوسع الفارق واصبح هدفي مقابل هدف لكن الشيء الملاحظ انه مزيت بعض الانانية اللي ممكن فلا ربما ضرب نادي مانشستر سيتي خاصة مع العملاق الباريسي باريسان جرما الانانية هذي اللي لاحظناها في العديد من المرات خاصة لما كان دي براين وجه اللي وجه وكان رياض محرز بجنبه واحد وحيد بدون مدافعي بدون رقابة واحد يعني واحد لوحده لوحده لكن دي براين فضل الانانية والتسديد للمرمى لكن الحارس صد الكرة اذا رياض محرز تنقيط صوفا سكورد اعطاه سبعة فاصل اثنين اما موقع سكورد اعطاه سبعة فاصل تسعة اذا الطريقة اللي لعبها اليوم بيب كورديولا هي كالعادة اربعة ثلاثة ثلاثة لكن حذري مقابلة جاية ضد باريسان جرما راح نشوف نايمار وراح نشوف مبابي وراح نشوف مستوى اخر ومقابلة نارية بامتياز الفلسفة حذري من الانانية نعود نكرر انانية مانشستر سيتي سوف تقصيه لا محالة الانانية سوف تقصي مانشستر سيتي ايضا الفلسفة الزائدة من بيب كورديولا احتمال كبير سوف تقصي مانشستر سيتي اذا اللعب بواقعية واللعب بامكانيات اللاعبين مانشستر سيتي وايضا الحذري من الانانية لو يطبق هذا الشيء يعني طبق هذا الشيء نادي مانشستر سيتي انه يلعب بدون انانية واللعب بواقعية وبدون فلسفة من المدرب بيب كورديولا راح يحاول انه سيتي ممكن يصنع مفاجأة ويوصل الى النهائي الشامبيونز ليك اذا بالتوفيق لرياض محرز في المقابلة المصيرية والمقابلة النهرية ضد النادي العملاق الباريسي اذا مقابلة نهرية بامتياز نتمنى كل توفيق لرياض محرز الف 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 مليون مبروك لرياض محرز التأهر الى نصف النهائي وان شاء الله النهائي وان شاء الله كأس شامبيونز ليك لتكون من صالح اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في الاخير ملتقنا مع مزمين الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته